اعلن احد القادة العسكريين في مدينة بنغازي بليبيا ان مسلحين قصفوا المحطة الرئيسية للكهرباء في المدينة وقال المصدر العسكري ان تنظيم داعش مسؤول عن الهجوم فيما لم يتسنى التأكد من هذا من مصدر مستقل يأتي هذا فيما اوضح احد موظفي محطة الكهرباء ان الحريق الذي اندلع نتيجة القصف ادى الى اغلاق احدى وحدات المحطة ذكرت صحيفة ديشبيغل المونية ان برلين تنوي ارسال حوالي 150 جنديا لتدريب القوات الليبية في مخيم في تونس وقالت الصحيفة انه وفقا لمشروع حكومي قد يبدأ جنود المان الى جانب جنود ايطاليين بتدريب القوات الليبية المسلحة خلال بضعة اشهر هذا ورفضت وزارة الدفاع الالمانية التعليق على الموضوع وينضم الينا من القاهرة الكاتب والباحث السياسي الليبي الدكتور احمد العبود دكتور احمد اهلا بك مرة جديدة معنا في الاولى من سكاينيوز عربية سنتحدث عن هذا التقدم اهلا بك عن هذا التقدم الكبير وبوتيرة سريعة جدا هذا الاسبوع يعني بدأت بمحاولة السيطرة على المنشأة النفطية تطور لعمليات انتحارية في منطقة الهلال النفطي ثم تزامن كل هذا الموضوع مع عملية زليتن ماذا وراء هذا التقدم السريع يعني الازمة الليبي ليست بالجديدة يعني اولا نحن لنا اكتر من سنتين ونحن نحضر من ان تنظيم داعش يحاول السيطرة على المواني النفطية ويحاول من خلال السيطرة على المواني النفطية ان يتحكم ايضا في الممرات الاستراتيجية خاصة وهو موجود في سرط حاليا التي تربط ما بين صراحة خطوط الامداد المواني النفطية بالحقول النفطية وايضا من خلال توجه في سرط يحاول ايضا السيطرة على منظومة النهر الصناعي وهي اكبر احتياطي او خزان مائي يمد ليبيا بالموارد المائية هو حاليا موجود بقوة يحاول توجيه رسائل بانه يستطيع ان يوجه ضرباته اين مشاء حاول صراحة ان يعود خسائره التي تعرض لها في مدينة بنغازي ضربات قوية استطاع الجيش صراحة ان يوجهها للتنظيم في مدينة بنغازي ايضا الجيش يحاصر مدينة درنة وهناك صراع حاد داخل مدينة درنة ما بين تنظيم القاعدة جناح العسكري لجماعة ليبيا المقاتلة وايضا تنظيم داعش اذا داعش الذي يفقد مواقع هامة جدا في شرق البلاد يحاول من خلال ان يوجه هذه الضربات ان يعود بقوة للسيطرة للسيطرة على المواني النفطية اذا ما سيطر على المواني النفطية يريد ان يوجه رسالة بانه يستطيع ان يكون بديلا للتنظيم الذي يمنى بالهزيمة في العراق وفي سوريا اذا هناك رؤى وهناك تحليلات تشير بان التنظيم يحاول خلال هذه الفترة نقل مراكز العمليات والقيادة والسيطرة واعلان بان ولاية طرابلس هي بديل للانبار وبديل للموصف دكتور احمد هذا في جنب في جنب اخر صراحة تفضل في جنب اخر صراحة وهو الاهم الرسالة التي حاولت تنظيم توجيهها من خلال العملية التي استهدفت اكاديمية عسكرية لتخريج العناصر الشرطية وايضا خفر الصواحل في زليتن بانه يستطيع ان يكون اكتر قوة في مواجهة سيدرة او محاولة تشكيل حكومة التوفق الوطني والاعداد للمؤسسات الامنية والعسكرية التي ترافق عملية التشكيل خلال هذه العملية كان لنا حديث مع مسؤول في المجلس البلدي لزليتن اكد لنا ان المشكلة ليست في عديد الجيش الليبي هنا يطرح السؤال هل الجيش الليبي باستطاعته وبكل ما لديه من قدرات ايضرب داعش المؤسسة العسكرية التي خاضت معركة الانتصار ضد او معركة الكرامة ضد هذا التنظيم في مدينة بنغازي بدأت من السفر واستطاعت في خلال مدة وجيزة ان تبني من جديد كوادر المؤسسة العسكرية هناك اشكالية التسليح تعي جيدا بان العنص الرئيس في معركتنا مع داعش هو السلاح الجوي السلاح الجوي الليبي هو من جيل السبعينات ليس بالسلاح المتطور والحكومة المؤقتة ومجلس النواب والقيادة العسكرية ما فاتها الصراحة تطالب المجتمع الدولي برفع الحظر عن المؤسسة العسكرية الحظر التسليح حتى تستطيع مواجهة التنظيم حقيقة اذا ما استطعنا اليوم المعذلة الرئيسية تشكيل الحكومة التوافق الوطني الحكومة المجلس على المستوى الرئاسي شكلت نحن خلال هذه الفترة سوف نشهد تشكيل الحكومة بشكلها النيائي أيضا تم تجاوز الإشكاليات حول المؤسسة العسكرية وأعتقد بأن القيادة العامة للجيش سوف تتولى وزارة الدفاع وصف تتولى المجلس العائل المسكري بما أنك ذكرت هذا الموضوع بخصوص الاجتماعات التي تجري في تونس التي جرت اليوم كان هناك حديث عن بعض الثغرات ما هي الثغرات التي يتم التحدث عنها وهي التي تقف في طريق الحكومة الآن يعني حاليا أعتقد بأنه بعد تم الاتفاق على إسناد حقيمة الدفاع والأمن القومي للسيد علي القطراني وإسناد ما يسرب وحقيبة الخارجية للسيد أحمد ميتي وبتكليف الفريق أول خليفة حفتر ققائد عام للجيش ورئيسا للمجلس العسكري وتشكيل مجلس العسكري يتولى فيه العقيد سالم شحا نائب رئيس للمجلس إذن نحن أمام معذلة كانت محل نقاش وجد المدة الماضية إذن أعتقد بأن هذا المجلس المجلس الرئاسي والحكومة التي ستشكل سوف تمر إلى البرلمان الليبي التي سوف يعتمدها في أول جولة نحن ننتظر صراحة مدى الحكومة وأن تتحلى هذه الحكومة حكومة التوفق الوطني بمسؤولياتها صراحة الليبيا لا تتحمل مزيدا من إضاعة الفرص وإضاعة الوقت دكتور أحمد هل يمكن أن نعتبر اليوم بعد التقارير نعم دكتور أحمد شانتيل بعد التقارير تشير نعم تفضل بعد التقارير تشير بأن في الشماع لقيادة الأفريكوم تعد عملية التدخل لكون أن المجتمع الدولي يرى بأن تمدد داعش بهذه الطريقة سوف يشكل تهديد ليس لليبيا وجيرانها فقط وإنما سوف يشكل تهديد للأمن والظلم القومي العالمي إذن علينا صراحة أن نعي جيدا بأن حتمية التدخل الدولي قادمة إذا لم يستوعب الليبيين الدرس وإذا لم يتحدوا في هذا الوقت الهام جدا والمفصل في تاريخ الدولة الليبية لمواجهة تنظيم المتطرف لا مزيد من إضاءة الوقت ولا مزيد صراحة من سنوات العبثة التي نعيشها لا يقل صراحة أن نتعامل مع هذه القضية قضية الموارد الاقتصادية الليبية التي تدمر اليوم صراحة في حالة الاستكانة لم أرى أي موقف صراحة من النقمة السياسية انتهى وقت هذا اللقاء عبرني على المقاطعة أشكرك الكاتب والبحث السياسي الليبية الدكتور أحمد العبود حدثنا من القاهرة ترجمة نانسي قنقر